طيب خلينا نبلش اول اشي بطاقتك يا برج الجوزاء عم شوف حاليا انت عم تركز على عم تركز على كيف تشافي حالك كيف تداوي حالك تركز اكتر عم تهتم بصحتك اكتر عم تهتم بحالك اكتر عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الامور او للعمل مع الامور عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الامور ايضا من الناحية المادية عم شوف انه انت مركز اكتر من الناحية المادية في عندك حاليا عم تحس بردى ردى نفسي عم تحس انت بالوضع المادي وايضا بالوضع العاطفي عم تشتغل اكتر ووصلت الى مرحلة انت عم تحس فيها بالرضى النفسي عن وضعك المادية ممكن عم تفكر بانك تطور اكتر من الناحية المادية وايضا من الناحية العاطفية ولكن انت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير عم شوف فقط من الناحية العاطفية او للبعض منكم من الناحية المادية لانه فيها عندك اوراق مادية كتير طلعت فبين انك مركز اكتر الوضع المادي ولكن للبعض منكم عم شوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل نجهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت بدك ياها البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة عم يحط كتير بالشغل عم تعطي من حالك كتير وايضا عم شوف انه انت عم تاخد الامور بعفوية عندك فول كارد يعني عم تاخد الامور اكتر بعفوية عم تخليها تمشي متل ما الله بيريد عم شوف ولكن بنفس الوقت عم شوف انه في عندك خط واضح انت عم تبشي عليه لانه عندك ايضا با امبر كارد با امبر كارد شخص بيعرف شو هو بيريد فاذا انت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكة بتعرف انت شو بتريد من العلاقة ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الامور يعني عم تخليها تمشي متل او تيجي متل ما هي تيجي ولكن يعني براسك انت في داخل نفسك بتعرف انت شو بتريد من هالشخص شو بتريد من هالعلاقة خلينا نشوف طاقة الشريك او الحبيب حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه عم شوف متضرر حبيبك شريكك متضرر نفسيا عم يحاول يشافي حاله يداوي حاله نفسيا في عنده حبيبك في مفترق طريق في عنده شيئين لازم يختار منهم شخصين انت العلاقة او عمل وظيفة العلاقة او العائلة في امامهم شيئين عم يحاول يوفق بينهم وهو حاليا في متناقض نفسيا او غير قادر على اتخاذ القرار حاليا فهو عم يركز اكتر كيف يشافي حاله كيف يداوي حاله عم شوف انه من ناحية نفسية مشوش عم يحس انه عم يحس بخسارة من نوع ما للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك هو عم يحس بخسارة عم يحس انه خسر اشي عم يحس انه خسرك انه خسر العلاقة في عنده مشاعر واحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف انه حاليا نفسيا نفسيا كتير متضرر هالشخص كتير تعبان عم يحس بي ندم ممكن ممكن انت اللي تكون تركت العلاقة او افترقت مع هالشخص ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها عم يحس بخسارة بخسارة بالحب العاطفة عم يحس انه خسرك خسر التواصل عم يعيد ويزيد بالتفكير بالبعضي عم يركز اكتر على الجانب السلبي بالعلاقة بالنسبة لتعقدكم المشتركة او ممكن نشوف واحد من الاسباب اللي اللي ادت له يعني وجود مشاكل بينكم فيه بينكم غيرة كتير فيه شخص عم يغار كتير على على الشخص الاخر متحكم فيه شخص متحكم بيحب انه الامور تمشي متل ما هو بيريد او بيحب يعني يتحكم بالشخص الاخر او كأنه يمتلك الشخص الاخر لانه عم شوف المشاكل اغلبها يعني عم تنبع بسبب انه هالشخص يحبك كتير او بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم ادت الى وجود غيرة عميقة بينكم فيه شخص بالعلاقة كتير متحكم بيعتبرك بيعتبرك فيه طرف العلاقة بيعتبرك طهرف الاخر ملكه فايضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك او انت بتغار على هالشخص جسديا كتير لانه ممكن يكون محوط باشخاص عدة وانت او هو مش عاجبه هالشي الشخص مش عاجبه الشخص الامامي مش عاجبه انه او فيه اصدقاء كتير حواليك وهالشي ادى الى وجود حواجز بينكم والسلوب دفاعي والسلوب هجومي بينكم دفاعي وهجومي يعني انت دائما مستعد على اهبة الاستعداد لاي اشي همشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم التواصل بينكم انه انتو كتير مركزين على الماضي اللي صار بالماضي يعني فيه اشخاص البعض منكم متحزن انه الامور كانت افضل بالماضي افضل مما هي عليه حاليا وبدو الامور ترجع مثل الماضي او تكون مثل الماضي ما فيه عقلية منفتحة ممكن لانه الامور ممكن يعني دائما تتغير الامور فيه شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك انت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزع سيلف لوف فانت مركز كتير ورح تركز اكتر على حالك انه عم شوف انه انت ممكن حسيت انك اعطيت كتير لها العلاقة لها التواصل فانت مركز حاليا اكتر على حالك ايضا عم شوفك عم تحس انه الاشي اللي سويته لبعض منكم اللي اختار قرار معين او اشي معين عم شوف انك راضي عنه وعم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني وانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصحة الافضل لحل الامور انه انت تركز على حالك تشتغل على حالك طور من حالك انه مش مشكل اشي في عندك القدرة على حل المشاكل في بعض الاشي انت لازم تشتغل عليها جوه حالك وهو لازم يشتغل عليها ايضا جوه حاله فعم شوف في المستقبل انت عم تفكر لسه باستقرار بدك اشي مستقر بدك على الناحية العاطفية او من الناحية العاطفية بدك تكون اسرة ولكن عم شوف انك بالمستقبل ناضج اكتر لانه عندك بكروتك او بالطاقة الحالية عندك اغلب الكروت اه شخصيات صغار او شخصيات غير ناضجة او غير متشور عقليا ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين كوين اوف واند وكوين اوف سورت فبيبين انه انت من خلال اه من خلال الشفاء الذاتي راح توصل الى مرحلة اللي انت تكون فيها ناضج فكريا يعني حتى بحكمك على الامور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي اكتر راح يكون منظورك لوجيكل اكتر او في حكمة اكتر لانه انت مركز على الجانب الروحاني ايضا فاي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور مش راح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب او للشريك راح يمر بتغيرات هالشخص وعندك ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها او ايضا بحياته بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقباته اللي بينكم هي عقبات فيه داخل هالشخص يعني فيه عنده فهالشخص منجوع بعقل الباطني فيه عنده عادات لازم يتخلص منها اشياء لازم يتخلص منها دويل في عنده تغيرات لابد من انه تصير ولكن هو عمشوفه بده يحكي لانه تواصل ايضا تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عمشوف بخطواته بالمستقبل دي عنده نية انه هو يحكي معك والحكي رح يكون عمشوف على جانب صداقة اكتر يعني رح يحاول يرمم الامور اللي بينكم او يصلح الامور بينكم بانه يكسبك كصديق قبل ما انه يكسبك كحبيب لانه هو بيشوف انه هاي هي الطريقة الامثل لحل الامور ممكن يكون التغير بالسلوب الحكي معه انه رح يحكي معك بطريقة مش كتير او ما فيها كتير غزل او مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة اكتر انه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما انه تكون حبيب ايضا ايسوف سولد تواصل رح يكون فيه اشي رح يعترف فيه هالشخص فيه عنده اشي بده يعترف فيه هالشخص بده يحكي فيه طيب بده ننشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل فيه حدا فيه طرف لانه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففيه طرف عم يتبنى طاقة او شخص دائما بيحكي الى الطرف الاخر انه انا مظلوم دائما انت دائما تظلمني انت دائما بيتخذ هالطريق طريق انه يحسس الطرف الاخر بالدمب ايضا عم شوف اغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of pentacles 4 of pentacles 8 of pentacles يعني اوراق جميعها مادية هون او ارضية فالطاقة بينكم الطاقة الارضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيئ ايضا رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين باظهار المشاعر بينكم رح توصلوا الى مرحلة تحسوا فيها انه فعلا انت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن هم شوف فيه فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر انه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب انه الامور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني انتوا فهمتوا ام شوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة علاقة عاطفية لابد من انه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف لابد انه يكون فيه مساحة للك مساحتك انت الخاصة ومساحة لله مساحته هو الخاصة فعم شوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود ايجابية يعني هي حدود مش سلوية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى انه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الاخر ايضا عم شوف فيه شراكة بالشول التواصل بينكم رح يكون افضل بيج فيه عندكم رح يكون مواضيع اكتر تحكو فيها التواصل رح يكون صريح اكتر مش رح يكون فيه مشاكل اكتر يعني وستحكو مع بعض فيه نوع من النضج لحل المشاكل حتى لو فيه مشاكل رح يعني تتناقشوا توصلوا الى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم فيه شراكة بالشول انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك هاي بتعتبر شراكة في المجهود لانه انت عم تحاول تحسن منها العلاقة وهو عم يحاول يحسن منها العلاقة الحلو صراحة بخضوات المستقبل الطاقة طاقة المستقبل جميعها الحلو فيها انه عم شوف فيه مضج كتير كبير بينكم بيبات من بطاقتك انت برج الجوزاء عم شوف انه فيه مضج وكبر بحل الامور فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة او حاليا ممكن انت اريدي عم تفكر بهالاشي جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني اي قرار رح تتخدو رح تفكر انه للمستقبل عم شوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما انه انت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي هي طريقة اللي لحتى تصلح العلاقة فيها تكون افضل اوكي حبار برج الجوزاء